ترأس سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي الاجتماع الدوري الـ 41 للمجلس حيث ناقش العديد من المنظوعات ذات الصلة بالارتقاء بأداء مؤسسات التعليم العالي وبرامجها الأكاديمية وناقش المجلس مسودة لائحة البحث العلمي التي تهدف إلى الارتقاء بالأداء البحثي والمرافق البحثية في مؤسسات التعليم العالي ووضع ضوابط ومعايير لها من أجل تعزيز هذا الجانب في المؤسسات كما أطلع المجلس على اللائحة المقترحة للمنشآت والمرافق الرياضية في مؤسسات التعليم العالي وقام بدراستها وذلك بهدف الارتقاء بالخدمات الرياضية بهذه المؤسسات وعلى ضوء ذلك قام المجلس باستشارة الجهات ذات العلاقة وقام بتحويل المسودة إلى اللجنة الهندسية بالمجلس من أجل إجراء مراجعة نهائية لها واتخاذ ما يلزم لإقرارها وأطلع المجلس أيضا على تقارير متابعة الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي للجامعات ومدى التزامها باللوائح والقرارات والأنظمة والضوابط المنظمة لشؤون التعليم العالي المعمول بها في الأمانة العامة واتخذ قرارات في حق تلك الجامعات التي خالفت هذه اللوائح والأنظمة وشكلت بذلك إضرارا لمسيرة التعليم العالي وعدم تمكين الطلبة من الحصول على حقهم الأصيل في تعليم مناسب ذي جودة عالية والحق الضرر بأولياء الأمور الذين كانوا يطمحون من الحاق أبنائهم في هذه المؤسسات إلى الحصول على خدمة تعليمية عالية المتطلبات حيث قرر المجلس عددا من القرارات منها اختاروا تلك الجامعات المخالفة ومهالها شهرا لإزالتها أو إيقاف التسجيل الطلبة المستجدين وخلال الجلسة اعتمد المجلس الترشيحات الواردة من مؤسسات التعليم العالي لعدد من التعينات في المناصب العليا وتغيير مسمى بعض التخصصات والبرامج الأكاديمية ناقش اليوم مجلس التعليم العالي العديد من المذكرات التي تم رفعها من الأمانة العامة ومن ضمنها تقرير عن سير العمل في مؤسسات التعليم العالي الخاصة في مملكة البحرين بهدف المحافظة على الخدمات التعليمية التي تقدم لأبنائنا الطلبة ومستواها والارتقاء بها حرصا على مستقبلهم ومصلحة أولياء أمورهم أيضا وكما اطلع المجلس على مذكرة خاصة بلاحة البحث العلمي في مملكة البحرين التي توضح آليات العمل وأهداف البحث العلمي لأن المجلس يتطلع أن يرتقي بهذه المسيرة مسيرة البحث العلمي باعتبارها تشكل أساسا مهما جدا لمؤسسات التعليم العالي